مظهرت الحقيقة المسألة بقت واضحة هذا القرار الصادر من النائب العام في هذه القضية احنا برضو هتلاعى عند حضرتك كده استاذ الحضرتك في قريتا؟ اه يريت اشوف بفهم في القانون والتاريخ طيب شهادة صادرة عن مكتب النائب العام نيابة الاموال العامة العليا شهادة القضية رقم 322 لسنة 2018 حصر اموال عامة عليا والمقيدة برقم 43 لسنة 2018 حصر تحقيق عليا عبارة عن شكوى تركي عبد محسن عبداللطيف آل الشيخ ضد محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي للرياضة البدنية وأعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي وبتاريخ 23-23-2020 انتهت تصرف في القضية باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام وقيدت برقم 10 لسنة 2020 شكاوى محفوظة وقد حررت هذه الشهادة بناء على الطلب المقدم من الأستاذ مهاب عثمان المحامي وكيل محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب بالتوكير رقم 22-16-0-2019 توثيق نادي الاهلي بعد سداد الرسوم المقررة بالقسيمة رقم والمؤرخة في 24-24-20 بخزينة محكمة المرج الجزئية وقيدت برقم 49-20-20 شهادات عليا تحريراً في 24-24-20 وكيل الشؤون الجنائية بنيابة الأموال العامة العليا ده حسب ترجمة نانسي قنقر